لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية أن لاحقت رئيساً أمريكياً سابقاً تهم تلو الأخرى كما يحدث مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فقد اعتبر قاضي في ولاية نيويورك أن ترامب واثنين من أبنائه ارتكبوا عمليات احتيال مالية متكررة في العقد الأول من القرد الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم منظمة ترامب بالإضافة إلى هذه التهم التي وجهت لترامب وجهت تهم جنائية في أربع قضايا خلال العام الحالي فقط فيما يواجه 91 تهمة عبر أربع لوائح اتهام من المقرر أن يحاكم في مارس المقبل في نيويورك هذه محاكمة بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية لشراء صمتها تسمى بمحاكمة شراء الصمت ذلك قبل انتخابات 2016 وهي القضية التي دفع فيها ترامب براءته في أربع وثلاثين تهمة تدخل ضمن دائرة الجنايات أيضا ينتظر الرئيس السابق محاكمة أخرى ذلك في ولاية فلوريدا هذه المرة في قضية مرتبطة بإساءة تعامله مع وثائق سرية في إقامته في منتجع مارلاجو بعد تركه منصبه الرئاسي في البيت الأبيض أيضا هناك تحقيق منفصل جاري تدرس خلاله هيئة المحلفين في مقاطعة فلتن في ولاية جورجيا ما تزعم أنها محاولة من الرئيس الأمريكي السابق ترامب لقلب دتائج انتخابات الأمريكية الرئاسية 2020 في هذه الولاية وهي أيضا قضية مهمة جدا ترامب في النهاية ليس فقط رئيسا سابقا بل هو المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة العام 2024 هو الأمر الذي يعتبر معه ترامب وأنصاره أن مسلسل الاتهامات هذا ضده ما هو إلا عملية انتقام سياسي وتصفية حسابات في توقيت محسوب ترجمة نانسي قنقر